اشترك في القناة وبعث القائم بالاعمال في السفارة الامريكية بالرباط ديفيد جرين رسالة الى الملك محمد السادس اعرب فيها عن التهان والتقدير بمناسبة انطلاق حملة التلقيه ذات فيروس كورونا المستجد مؤكدا بانها اول حملة وطنية كبرى بافريقيا وقال المسؤول نظر للضغوط والتحديات العالمية المتعلقة بالتصدير الجائحة اود ونشيد بالمطابرة والتضامن المتميزين الذين ابانت عنهما الحكومة والشعب المغربية ان اطلاقكم لحملة التلقيهاتها تعتبر حقا انجازا ليستحق كل التقدير وتعتبر هذه اول رسالة رسمية من ادارة بايدن وجه للملك محمد السادس